التقى صباح اليوم وزير العدل وحامل الأختام المكلف بحقوق الإنسان البروفيسير أحمد محمد حسن مع مسؤولي المنظمات وجمعية المجتمع المدني وذلك بهدف تعميق الحوار في المواضي والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان كان ذلك بحضور بعض من المسؤولين بوزارة العدل التقرير إبراهيم محمد حسن بهدف الاطلاع على الأوضاع الإنسانية في البلاد جاء لقاء وزير العدل حامل الأختام المكلف بحقوق الإنسان بروفيسير أحمد محمد حسن مع المنظمات والجمعيات الحقوقية لدى البلاد في أول لقاء من نوعه مع وزير العدل وناقش مع المعنيين الأوضاع المتعلقة بحقوق الإنسان في كلمته شكر الحضور على تلبية الدعوة ودعا إلى الحوار البناء في المسائل المتعلقة بحقوق السجنة والنزاعات القبلية واستمع إلى آراء الحاضرين من مسؤولي المنظمات والجمعيات الحقوقية ورد عليهم بكل شفافية ووضوح قائلا أول مرة في تاريخ شاد يحصل التخاء بين وزير العدل وهقوق الإنسان ومع المنظمات تحفظ حقوق الإنسان أو تنافس أو تتالب بهقوق الإنسان حفظ حقوق الإنسان للإنسان لأن ليه أنا سجلت دورت اللقاء اللقاء بأن أنتو كلكم هنا مؤسسات معروفة بحفظ حقوق الإنسان وننوه إلى أن الدولة تكفل بحقوق الإنسان وحرية التعبير لذا على أصحاب المؤسسات والمنظمات المجتمع المدني الحوار البناء في مصلحة العام